من حساب لوجي خالد تولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو عذاب القبر يا نار بيض ايه الحكايات اكتئاب وعذاب قبر النهاردة يعني ليه ما هو عذاب القبر هل الروح بتكون في القبر او بتنتقل الى حياة البرزخ ازاي اكلم ولدي هل في عذاب القبر ونعيمه ارجو الافادة طيب هل هناك عذاب القبر ابدو نكلم عن عذاب القبر احنا احباب مولانا سبحانه وتعالى وعباد لله سبحانه وتعالى نتكلم عن نعيم القبر فاذا كنا بنتكلم فنتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر ايه عذاب القبر ده ده حالة من حالات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل العبد فيها اما منعم او معاقب ففي حاجات بيعاقب عليها الانسان في قبري وكتير من اهل العلم عندهم طريقة ان اللي بيحصل للانسان في قبره حتى لو حصل له شكل او نوع من انواع العذاب الله سبحانه وتعالى في بعض الاحين يتجاوز به عن بعض العباد يعني الناس اللي بيحصل لهم هذا الأمر في القبر أنواع منهم ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه ينقيه قبل أن يذهب إلى الحساب فربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاعة تناله ويخفف من عليه ويتجاوز عنه لكن أنت بتكلميني وكأنك أم عزة ربي ولدك أنت من حاجة وإزاي تجعله ما يحسش بنفس درجة الوجع اللي أنت حستيها لما تربيتي على مسألات عذاب القبر عذاب القبر حقيقة صحيح لكن مش ممكن أبدا أنه إحنا نكلم أولادنا وبنربى أولادنا نربى أولادنا على مسألة أنه إحنا لازم عنا نتعذي أولادنا عيتربوا ويسألوا نفسهم سؤال طب وإيه فايدة الإيمان إذا ما كانتش الإيمان ده عايق عني في أمان ده سؤال لازم تفهموه وتكلموا أولادكم عنه إحنا أحد أهم ثمار الإيمان أنه إحنا نحس إنه إحنا في أمان الله والشخص اللي بيروح للقبر ده لو أقبل مؤمنا على الله لا إله إلا الله تنقذه من عذاب القبر أه صحيح في حاجات تجعل الإنسان ينالوا العذاب زي مثلا ما ذكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدهم ما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبرقوا من بوله أه دي بتستوجب الحاجات دي بس مش معنى كده إن الشخص خلاص ما بقاش مؤمن وإن خلاص هو لو حصله ده في القبر مش هيبقى في الجنة انت سألتي هو الروح بتكون فين الروح أصلا حياة القبر هي حياة البرزخية واسمها الحياة البرزخية لأن البرزخ وسط ما بين حكتين وسط ما بين الحياة الأولى والحياة الآخرة في حاجة اسمها الحياة الوسطى اللي هي الحياة في القبر وأهل الإيمان إن شاء الله ربنا يكتب لهم نعين في هذا القبر ده إحنا بندعي وإحنا في الجنازات اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهل اللهم أبسط له من بسط الجنة وافرش له من فرش الجنة واجعل له من طعام الجنة إزاي بندعي الكلام ده كله للواحد في القبر والرب أولادنا على عذاب القبر أقول لكم مفاجأة أرجوكم وإنتوا بتربوا أولادكم ما تكلموا مش عن القبر إلا إذا سألوكم مسألة عذاب القبر ونعيم القبر مش مكون أساسي في تربية الأولاد إذا الولد سألك جاوبه إذا ما سألكش ما تجاوبوش عشان هو لما هيكبر هيقدر يستوعب أن عذاب القبر ونعيم القبر جاينا عشان يعلموه إزاي يختار ما بين الأشياء إزاي بقى إنسان مستقيم لكن هو في أول حياته عايز يتعلم حب الحياة فما تجيبش فما تكرهوش في الحياة وما تضيعش حياته ترجمة نانسي قنقر